وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن برنامج الحكومة طموح ويعكس أولويات المرحلة المقبلة مع إيجابية التأكيد على أن الحكومة ستكون على تواصل مستمر بصورة مباشرة ومن خلال الحوار الوطني الحقيقة أنا سعيد النهاردة بيان الحكومة بيان كبير وبيان دسم يا رب ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يوفق الحكومة وتنفز لأن الفترة اللي فاتت دي كنا محتاجين كل اللي تألف نهاردة في بيان الحكومة وأن السيد الرئيس الوزراء وعد بتنفيذه خاصة حياة كريمة من الإيجابيات أنه أشار إلى الحوار الوطني وأشار إلى انتظاراً لتوصيات المجلس من خلال اللجنة التي أعلن السيد الرئيس عن تشكيلها وحدد لها موعد انعقادها موعد انقاد المجلس للنظر في تقريرها لهو الرد على بيان الحكومة اللجنة التي شكلت من رؤساء اللجان ورئيس الوكيل المجلس وبعض الأعضاء ورؤساء الهيئات البرلمانية هذا الأمر سيكون هناك فيه كلام كثير وهو وعد رئيس الوزراء قال أن منتق بخرجات الحوار سنعمل عليها بالإضافة إلى ما يوصي به المجلس في رده على بيان الحكومة حكومة بيان شامل وطبعاً بادع ربنا سبحانه وتعالى لربنا يوفقهم جميعاً لأن احنا كلنا في مركب واحد هدفنا هو الوطن والمواطن والتخفيف عن المواطن ديت حق لنا وطبعاً إن شاء الله هنقوم بدراسة هذا البيان الذي أعده لأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وإن شاء الله هننتكد بعض الحاجات المواطنة لكن لو تنفذ هذا التقرير أو هذا البيان الحكومة بعد السقة الكبيرة التي حظى بها جميع هذا الوزراء بما فيهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يكون فيه خير إن شاء الله وإن شاء الله بأمر الله كلنا عاكفين على هذا البيان الحكومة لمراجعته ومناقشته ووضع آلية كبيرة يعني فيه نبذات كويسة إن فيه استكمال الدولة المصرية وتنفيذ الحوال الوطني من المحليات طبعاً هيبقى فيه انتخابات المحليات هيبقى فيه رسم دوائر جديدة للبرلمان القادم هيبقى فيه الحماية المجتمعية هزيد أكثر من خلال هذه البيانة التي شفته يعني بيان فيه كثير من الحماية الوطنية والحماية الاجتماعية للمواطن وأيضاً الدولة المصرية في اتجاه العمل الجاد والمخلص من أجل الحفاظ على الوطن في ظل الظروف العالمية والاقتصادية والتركيز على المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة لكي ينهض الاقتصاد المصري وإن شاء الله بأمر الله إحنا بنقول يا رب وربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد بيانة الحكومة يعني ده شامل فعلاً لرغبات وتطلعات المواطنين المصريين ورغبات السادة النواب فعلاً كان جامع وشامل لكل احتياجات المواطنين واحتياجات الدولة المصرية وخاصة اليوم يعني أكتر الملفات اللي كانت يعني هو بناء الإنسان المصري كان تركيز فعلاً عالي جداً جداً من ناحية التعليم والصحة ورقم اتنين كان برضو التركيز برضو كان على محور الزراعة ومحور الصناعة هي التنمية المستديمة والتحديات التي صادفت فعلاً الدولة المصرية أن احنا حالياً يعني من ناحية الصناعة وخاصة لمنطقة الحقيبة إلى يعني مع وزارة النقل والسيد كامل الوزير فعلاً احنا محتدين قرارات سريعة قرارات قوية قرارات في مجال الصناعة وخاصة ما يحاكي به العالم كله حالياً في الصناعة الصناعة حالياً مصر لها وضع جغرافي متميز وليها مقومات فعلاً وليها فعلاً عناصر متوفرة في الدولة المصرية لن تكون متواجدة في أغلى بلدان العالم وفعلاً نحن في حاجة إلى الانطلاق ودخول القطاع الخاص مجال على أعلى مستوى أنه دينا فرصة استثمارية تكلفات فخمت الرئيس عفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أنه تكون بارقة أمل للشعب المصري هذه الحكومة تكون بارقة أمل لأمال وتطلعات الشعب المصري التخفيف الأعباء عن المواطن شعار فخمت الرئيس عفتاح السيسي وتكلفاته لهذه الحكومة تخفيف المعاناة عن الشعب المصري والدفع بعجلتين للإستثمار والصناعة والزراعة من أهم الملفات الأساسية لهذه الحكومة وأهم هذه التكلفات الانحياز للمواطن رقم واحد وتخفيف الأعباء عن المواطنين الفقراء ومحدود الداخل بيان قوي ونتمنى تحقيقه على أرض الواقع تكلفات عديدة من فخامة رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بخيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مكبولي اللفت للنظر أننا عندنا تعديلات كثيرة جدا في التشكيل الحكومي عندنا عناصر شابة كثيرة عندنا تغييرات كبيرة في الوزراء وضخ دماء جديدة نأمل أنها إن شاء الله تعمل لصالح المواطن المصري تنفيذ لتكلفات رئيس الجمهورية خاصة أن التغييرات دي جات في وقت بالغ الحساسية جات في وقت ضغوط كثرت أمام المواطن المصري وأعتقد أن التغيير ده إدى ارتياحية كبيرة في الشارع ولكن الكثير من المواطنين إن لم يكن جميعهم ينتظرون نتائج هذه التغييرات وينتظرون تطبيق ما قيل اليوم في الجلسة العامة على أرض الواقع إن شاء الله حقيقة النهاردة ذكر الدكتور مصطفى مدبولي تحديداً إنه هو يهتم بإنشاء مدارس في المناطق الأكثر كسافة سكانية دي نقطة مهمة هيهتم أيضاً ببرنامج الصحة تأمين الصحة الشامل زي ما إحنا عارفين تأمين لجميع المصريين النقطة المهمة أيضاً الاهتمام بالسياحة إنه عايز يضعف عدد السياحة القادمين لمصر من 15 مليون ل30 مليون وده نقطة مهمة جداً جداً لأن السياحة مصدر دخل مهمة جداً لمصر ما كان يتحقق هذا لو لوجود بنية تحتية طرق كباري فنادق أماكن للسياح متاحف عظيمة تم إنشاءها خلال الفترة الماضية أيضاً من النقاط الهامة الاهتمام بالصناعة والزراعة ودخول مصر في مجال الصناعة بقوة خلال الفترة القادمة وتحدث عن المجموعة الاقتصادية وتحدث عن ملف التنمية الصناعية والاقتصادية وأكد على أن مصر خلال الفترة الماضية خلال الحكومة الصابقة اللي شكرها والحقيقة يعني كان واجب طبعاً شكر الحكومة الماضية اللي قدت دورها خلال الفترة الماضية وأن الحكومة الحالية تقدت دور بمفهوم جديد وبسياسات جديدة سياسات اقتصادية سياسات تنموية سياسات تتعلق ببرامج الحمال الاجتماعية أنا متفقلة خير إن شاء الله لأنه التحديات بينه وواضحة والمواطنة المصري يعني كان بيتكلم فيها بشكل صريح والإعلام كمان غطاها بشكل صريح فالتحديات واضحة همستنيين الطرق الحلول وأنا أتوقع أنه هو مدام إنسان مسؤول قبل حقيبة معينة بتحديات معينة أكيد عنده الحلول الكافية اللي تخليه قاعد مرتاحة في مكانه اللي تخليه اللي تخليه اشتركوا في القناة